مرحبا شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة الدخول الى البيوس وتعديل اعدادات الاقلاع الخاصة بلابتوب اللينوفو الليجين الخمسطاش اي ار اتش صفر خمسة خليكم معنا واكيد يا شباب قبل ما نفوت على البيوس عطوني لايك لحتى يزيد انتشار هالفيديو عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم اللابتوبات اصدقائي للدخول الى البيوس الخاصة بلابتوب اللينوفو اللي بين ايدينا كل ما علينا الا تشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2 ضغط متكرر سريع على زر F2 بفوتني للبيوس مثل ما اننا شايفين زر F2 فوتني على الواجهة الحلوهي للبيوس الخاصة بلابتوب الليجين اللي بين ايدي اذا شباب بالبداية عندي البود ديفايس فيني من هذا المكان اختار الادات اللي بدي اقلع عن طريقة ان كانت فلاش ميموري او الهارد ديسك تمام شباب اذا انا رح خلي على الويندوز البوت مانيجر بالاضافة عندي الفلاش ميموري اللي هيك موجودة رح خليها بالاسفل في حال كنت بدي اقلع عن طريق الفلاش ميموري اكيد برفعها للأعلى منلاحظ وجود المواصفات الخاصة بالجهاز بشكل عام من معالج وكرت شاشة ورامات وصدار البيوس وللدخول للإعدادات الخاصة بالبيوس بشكل عام عندي هذا الزر اللي موجود هون المور سيتينج منلاحظ بأول تبويب الانفورميشن عندي رقم موديل اللابتوب اللي ذكرناه الليجين الخمسة الخمسة ARH05 كذلك الأمر لأصدار البيوس وجميع السريالات الخاصة بالجهاز إضافة لحجم الرامات الخاصة بالجهاز إضافة للمعالج وقيم المعالج الموجودة أو الراكبة على هذا الجهاز التبويب الثاني اللي عندي يالي هو الكونفيجوريشن بهذا التبويب عندي التاريخ والوقت كذلك الأمر فيني عدل فيون من هذا المكان عندي الويرلس لان بهذا المكان أكيد لازم تكون بحالة الانيبل من الخيارات اللي لازم تكون بحالة الانيبل هي الAMD SVM Technology لازم تكون موضوعة بحالة الانيبل كذلك الأمر عندي خيار ال Always On USB يكون بحالة الانيبل بحيث أنه إذا أنت وضع الطيار الكهربائي باللابتوب يعطيك كهرباء عن طريق الـ USB لتشحن الموبايل الخاصة اللي عندك أو أي أدوات ممكن شحنه عن طريق الـ USB عندي خيار اللي تشارج انبتر يمود لازم يكون بحالة الانيبل عندي الخيار الأخير اللي هو Ultra Quiet Mode خليه بحالة الانيبل في حال تفعيله للانيبل رح يستهلك من البطارية أكثر بالتالي رح يستهلك أكثر من أداء الجهاز عندي الخيار الخاص بالسيكوريتي اللي هو فيني أوضع باسورد على الهارد ديسك أو باسورد على الدخول للبيوس أو باسورد للإقلاع الأولي للجهاز من هذا المكان مثل ما أنا شايفين اليوزر باسورد الـ HDD باسورد الـ SID Administrator باسورد وعندي داخل تبويب السيكوريتي أكيد رح يكون عندي السيكوريتي بوت اللي رح يكون بحالة انابل لتثبيت ويندوز 11 بنتقل عند تبويب البوت وعندي الخيارات الخاصة بالإقلاع بشكل عام أكيد أنا لازم فعل خيار الـ UEFI لإني عم بشتغل على ويندوز 10 أو ويندوز 11 في حال بدي أشتغل على ويندوز 7 ولا أعتقد أنه التعريفات رح تشتغل فيني فعل خيار الـ Legacy Subport تمام؟ خليني على خيار الـ UEFI وهو الأفضل أكيد ما ننسى خيار الـ USB بوت لازم يكون بحالة انابل لحتى أقلع عن طريق أي فلاش ميموري وأخيرا بخيارات إقلاع الـ UEFI عندي الأقراص أو الأشياء المتصلة بهذا الجهاز من فلاش ميموري من هارد ديسك وما إلى هناك فيني ثبت شيء للإقلاع عن طريقه بشكل دائم طبعا عن طريق الأسهم فيني اختار الأداة اللي بدي أقلع عن طريقة كذلك الأمر عم يقل لي الـ F5 والـ F6 للرفع والتنزيل هاي F6 برفعها لفوق منلاحظ أنه ثبتناها بالأعلى هاي الفلاش ميموري رح تصير تأقلع بشكل دائم تمام عن طريق هذا الخيار طبعا رح أرجع نزل أنا للأسفل وخلي خيار الـ Windows Boot هو اللي أقلع بشكل دائم عندي التبويب الأخير هو التبويب الـ Excite أو الخروج من الـ BIOS رح يعطيني عدة خيارات من أهمها الخروج مع الحفظ الخروج دون الحفظ عندي عدم حفظ أي شيء من الإعدادات ولكن مع البقاء ضمن الـ BIOS عندي Save Changes يعني حفظ جميع الإعدادات مع البقاء داخل الـ BIOS وأخيرا عندي Load Default Setting اللي هو بيعملي إعادة ضبط مصنع للـ BIOS بشكل عام بعد الانتهاء من جميع التعديلات بضغط على زر الـ F10 ليعطيني هل تريد الحفظ مع الخروج أو إعادة التشغيل رح أضغط على زر الـ Enter لإعادة التشغيل ورح أضغط F12 في حال بدك تأقلع عن طريق فلاش ميموري مباشرة دون الدخول إلى الـ BIOS فقط شذل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر الـ F12 يعطيني خيارات الإقلاع اللازمة اللي عندي على الجهاز من فلاش ميموري أو هارد ديسك فمثلا أنا عندي فلاش ميموري هلأ بدي أقلع عن طريقة لثبت Windows أو لأفحص هارد وما إلى هناك بنتقل إلها وبقل له Enter مباشرة بعد ما اخترت الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري اللي عليها الـ DLC بوتن خاص بالإقلاع من لاحظ أن أعطاني هاي الرسالة هاي الرسالة يا شباب عم تقل لي أنه أنت في عندك خيارات بالـ Security Boot لازم تعطلها لحتى تأقلع عن طريق هاي الفلاشة تمام؟ إذن الـ BIOS محمية للتعديل عن طريق أي فلاشة خارجية غريبة بشكل عام تمام؟ هلأ بعمل موافق تمام؟ ورح أرجع ودخل على الـ BIOS بشكل عام هاي بنعمل ALTO CONTROL DELETE وبرجع ودخل على المورسيتينج بنتقل لعند خيار السيكوريتي بشكل سريع وعندي السيكوريتي بوت رح حطه بحالة الـ DISABLE طبعا هذا شرح سريع في حال ما أقلعت معاك الفلاشة رح أرجع إلو F10 ورح إلو حفظ وهلأ برجع بضغط الـ F12 للإقلاع عن طريق الفلاش ميموري وهلأ بختار الفلاش ميموري اللي قبل شوي عطتني رسالة إنه ما عدت تسمح لي الإقلاع عن طريقة ومنلاحظ إنه أقلعت معي الفلاشة على DLC بوت هذا مثل ما بيقولوا يعني درس سريع في حال ما أقلعت معاك الفلاشة اللي بسبب إنه السيكوريتي بوت كان مفعل شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة